اهلا بكم من جديد اذا كما عودناكم في هذه الفترة نتناول في فقرة ما بعد ترمب فقرة خاصة نعرضها لكم في دائرة الشرق نناقش فيها قرارات اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترمب خرج فيها عن السياق الامريكي وربما حتى عن التاريخ ملفنا اليوم هو عسكري ترمب كان صريحا حتى قبل توليه الرئاسة قال لن ننخرط في حروب مكلفة ولا في مشاكل غيرنا الضغط على حلف شمال الاطلسي لتتحمل دوله عبءا دفاعيا اكبر انتحابات عسكرية اغضبت البنتاجون واقلقت الحلفاء ومواجهة ايران كيف كان الملف وكيف اصبح وما تابعت قرارات الرئيس ترمب هل عززت الموقف العسكري الامريكي وماذا ستكون سياسة خلفه جو بايدن جميع هذه المحاول نناقشها ونرصد اراءكم فيها في ما بعد ترمب اذا سؤالنا لكم اليوم اللي تقوموا انتم ايضا بالمشاركة معنا في الدائرة وفي دخولي في النقاش هل استفاد خصوم امريكا من انسحاباتها العسكرية حتى الان النتائج التي اراها امامي ستين بالمائة نعم واربعين بالمائة لا غيروا هذه الارقام اسمعونا صوتكم كل تسجيل سوف يغير معنا هذه الارقام ومباشرة على الهواء اذا نتحدث عن السياسة العسكرية التي تبعها ترمب ونرى نحاول نفهم ما هو تغيير الذي يمكن ان يحدث مع بايدن لنقول ما نعرفه حول هذا الموضوع الرئيس دونالد ترامب اعتمد نهج السقور في القوة العسكرية عليها ان تكون كبيرة وحديثة ورادعة لمجرد وجودها تحركات عدة في هذا الملف احدثها ضم اسرائيل الى مركز القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط ماذا يقول التحليل حول هذا التطور القوات الامريكية ستشرف على سياسة عسكرية موحدة تشمل اسرائيل والدول العربية مما يعزز التعاون الامني لاحتواء ايران وهي عقبة جديدة امام سياسة بايدن طبعا تجاه طهران لنذهب معا في السياسة الامريكية في هذه المنطقة الى سوريا والعراق وافغانستان ترامب كان واضحا على امريكا التخلي عن نهج الحروب المكلفة ودفاع عن الاخرين في سوريا ترامب اراد الانتحاب كاملا لكن البنتاغون لم يوافق فاكتفى بتقليل الانتشار ما تبقى من الوجود الامريكي في سوريا حصرت مهمته بحماية المنشآت النفطية في البلاد ومنع انتشار اوسع لروسيا ولإيران اما في العراق فكان مقتل قاسم سليماني هو ما زاد الوضع تعقيدا القواعد الامريكية تحولت الى اهداف الميليشيات المدعومة ايرانيا البنتاغون وفقا لقرار ترامب في العراق خفض عديد قواته الى 2500 فقط وسلم عدة قواعد الى الجيش العراقي البعض عزى ذلك الى هجمات ما يصفونه بالميليشيات اما امريكا فتقول ان هذه الخطوة ضمن خطة مسبقة للانتحاب ايضا في هذه المنطقة لابد ان نتحدث عن افغانستان فهناك الاتفاق بين امريكا وحركة طالبان يقضي بخروج جميع القوات الامريكية وبحلول 20-21 طبعا البنتاغون اعلن خفض عديد قواته هناك الى 2500 فقط ايضا لكن ترامب لم يخفي موقفه ابدا مشاكل الغير ليست مشاكلنا وحروب الغير ليست حروبنا ومن ليس مستعدا للالتزام بتكاليف الامن المشترك لا يحظى بوجودنا الراتح اشتركوا في القناة نمشي اذا خطوة الى الامام ونحاول ان نفهم كيف كان تأثير سياسة ترامب العسكرية في هذه المنطقة هذا معنا من واشنطن عبر سكايب ينضم الينا السيد ماثيو بروديسكي كبير الباحثين في معهد جولد للدراسات الاستراتيجية السيد بروديسكي هو خبير في شؤون الشرق الاوسط ومحلل جيوسياسي قام بإحاطات للكونغرس ووزارتين الخارجية والدفاع الامريكيتين وايضا ارحب من القاهرة عبر اقمار الصناعية هذا اللواء الدكتور محمد شهاوي مستشار كلية القادة والاركان وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أعرفكم على اللواء محمد شهاوي الذي شغل منصب رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية وهو محلل وخبير استراتيجي أهلا بكم ديوفيا سيد بروديسكي واللواء شهاوي معنا في دائرة الشرق نتحدث إذن عن تحديدا سياسة ترامب العسكرية في منطقتنا هل بالفعل نجحت أولا هل تعتقدون بأنه أربك ترامب البينتاغون بانسحاباته العسكرية بسياسته التي تقول ليست مشاكلنا ليست حروبنا لن أدفع الأثمان أبدأ مع سيد بروديسكي أظن بأن الرئيس دون أدنى شاك قام بالأمور بطريقة مختلفة عن ما قام به أسلافه وجزء منه أنه لا يريد أن يدخل من المتحدة الأمريكية في الحروب بل أن يسحب الجنود الأمريكيين والجيش الأمريكي من المنطقة وفي نفس الوقت كان هناك لديه التهديد الكبير من قصوم الولايات المتحدة الأمريكية وكان عليه أن يتعامل معها وهذا لم يكن في عهد أوباما وبالتالي أظن بأنه قد نهجح في هذا المجال يمكنكم أن تتعاوى ووصلوا مع الخبراء العسكرين هنا لتعرفوا ما هي مستويات وعدد الجنود موجودين في العراق وفي سوريا وبالتالي ما من المشكلة أن يكون لدينا عدد أكبر إذا ما تمكنوا من الحفاظ على أمن المنطقة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك الكثير من الدعمين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين أرادوا أن يروا الولايات المتحدة الأمريكية غير متوارطة بشكل كبير في النزاعات في منطقة الشرق الأوسط بل يكون دورها أقل على المستوى العسكري لقد كانت هذه السياسة ناجحة وكان ناجحا عدد قليلا من الرؤساء فعلا لم يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية في حرب طيب سيادة اللواء ما رأيك هل توافق بأن عدم إدخال الولايات المتحدة الأمريكية في حرب هو بحد ذاته الإنجاز العسكري الأهم بالنسبة لترامب أم ترى بأن خصوم الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادوا في ملء الفراغات التي ظهرت بعد إعادات الانتشار أو ربما الانتحاب وربما القادم أعظم أيضا هو الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 2019 يعني صرح بأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في النزاعات في الشرق الأوسط كلفها 8 تريليون دولار وبالتالي بيعتبر أن ذلك أسوأ قرار للإدارة الأمريكية في تدخل في منطقة الشرق الأوسط علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 800 قعدة عسكرية في 70 دولة حول العالم مقارنة ب30 قعدة عسكرية فقط بتمتلكها بريطانيا وفرنسا وروسيا هذا مجتمعين وبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وفي أسيا ونجدها كان لها 180 ألف جندي منهم 71 ألف جندي فقط موجودين في أفغانستان و20 ألف جندي موجودين على ظهر البوارج الأمريكية في المنطقة وبالتالي نجد أن هناك قواعد عسكرية كانت موجودة في أفغانستان الآن 2500 جندي فقط من إدمالي 71 ألف نحن نلاقي برضو في المنطقة أن قعدة السلية موجودة في قطر هي التي تقوم بتنفيذ المهام على أفغانستان بالإضافة إلى قعدة العديد التي تمتلك 130 طائرة و10 تلاف جندي أمريكي العراق بها 9 قواعد أمريكية سوريا فيها 6 قواعد أمها قاعدة كوباني وبالتالي هذا الانتشار الكبير والإنفاق الكبير الذي وصل إلى 8 رليون دولار هو ما دعا دونالد ترامب أن يقلص ويسحب تلك القوات من هذه المناطق وخاصة بعد تداعي الإرهاب في كل من العراق وفي كل من سوريا فهذا هو قرار حكيم باستدعاء القوات الموجودة في أماكن خارجية أنا سألتك لو سمحت هل هذا أدى إلى تعبئة الفراغ من خصوم الولايات المتحدة الأمريكية دعني أسأل سيد برودوسكي وأعود لك سيد لواء سيد برودوسكي هل استفاد الخصوم؟ هذا يعتمد برأيي أظن بأن الطريق الآخر لقياس النجاح والأداة الأخرى لقياس النجاح تكمن في النظر إلى ما كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية في تلك أدول كل من نقاط النزاع السابقة هذه كانت تمثل وضعا مختلفا مثلا في أفغانستان يمكننا القول وهذا وجهة نظري على الأقل هو أنه بالطبع هذا في مصلحة طالبان وهناك خطر أكبر لاستكمال الإرهاب وأن تقوم المنظمات الإرهابية بالسيطرة على هذه المنطقة وهذا يشكل تهديدا يشبه ما كان عليه قبل أحداث الحاج عشر من أيلول ولكن ما كان يركز عليه الرئيس ترامب هو أنه لمدة عشرين سنة نحن حولنا وقد استخدمنا كافة الطرق لكي نتمكن فعلا من أن نحافظ على دورنا وحث هذه الحكومة لكي تخدم شعبها وتنجح ولكن الأمور لم تنجح فبالتالي يصعب على الرئيس أن يفسر للشعب الأمريكي ما الذي كنا نقوم به هناك في أفغانستان بعد عشرين سنة إذا بالفعل لم نتمكن من إحراز أي تقدم لأنه بالطبع ليس بإمكان أن نقول المسوّتين الأمريكيين بأن سياستكم هي فقط أن تكونوا موجودين هناك كي تتجنبوا الأسوأ وعلى يحصل الأسوأ ونأسف إذا قد قتل أبناؤكم هناك وذلك في محاولة لإتمام مهم ما لا نفهمها ولكن في العراق الوضع مختلف الوضع في سوريا مختلف الوضع يختلف من دولة أخرى بالنسبة إلى رئيس ترامب وتوجده في سوريا فأن رئيس أوباما خلفه ذلك وهو لم يرغب بفعل ذلك فأن رئيس أوباما أيضا كان ينظر إلى عراق بنفس الطريقة ولم يكن يريد أن يكون متورطا في العراق ويشارك بما يحصل هناك وبالتالي نمكن أن نقول من ناحية علينا أن نركز على مكان الهدف في الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تهزم عسكريا في أرض المعركة الآخرين ولكن لاست هذه المسألة المسألة هنا ماذا سنفعل بهذا الانتصار العسكري وفي أفغانستان نلاحظ بأن هذا لم يكن مفيدا من شكل كبير وفي العراق أيضا نرى بأن ما قامت به المولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 لم يكن كما كان المصر أن يكون هذا يعتمد على الهدف والنظرة فالشعب الأمريكي هنا عليه أن يفهم بالفعل ما الذي يقومون به إذا ما أرادوا أن يصوتوا لرئيس ما حول سياسة نعم سيادة اللواء هناك انطباع عام بأن كلما زاد القدرة العسكرية والانتشار العسكري كلما زادت القيمة السياسية للبلد وخصوصا لما تكون عام تحارب على القيادة العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وتتبوأ هذا المنصب هل هذا الانطباع ما زال باقي حول الولايات المتحدة الأمريكية وهل يمكن بالفعل وجود رادع كما كان يقول ترامب علينا نقول أقوياء وقوة رادعة ولكن بدون خسائر ولا تكاليف وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى هي القوة العظمى رقم واحد عسكريا تبقى لتأرير جولوبر فار باور هي رقم ون بالإضافة أيضا إلى أنه لن يحدث فراغ في تلك المنطقة لأن مؤشرات التوتر في المنطقة بدأت تقل في مقارنة بالاتجاه إلى مؤشر الحوار الاستراتيجي بين الدول عندما يتقلص الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط نحن نرى الإرهاب يتداعى في العراق وفي سوريا وبالتالي بتقوى الجيوش الوطنية يبقى لا داعي لتواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية وعلى حماية الأمن القومي العرب نحن نعلم أنه كان على أرض سوريا قوات أجنبية لـ 63 دولة أجنبية على أرض سوريا وبالتالي عندما الجيش الوطني يقدر أنه يقضي على جل الإرهابيين بالتالي القوات الأجنبية يجب أن تترك الدول لحماية أمنها القومي في الإطار أيضا أن من استفاد في سوريا هي روسيا روسيا هي التي قامت في ذلك باستفادة من خروج الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المنطقة إلى حد ما وفي نفس الإطار أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي القوى الرئيسية في المنطقة وممكن أنها بتهيمن ليس بالقوى العسكرية ولكن من خلال الحرب بالوكالة هي من تقوم بي يعني دعم عناصر في تلك المناطق تقوم بالحرب بدلا منها يعني ليه يعني حقن الدماء الأمريكيين في تلك المنطقة عايزة أقول أن القوى الاقتصادية الأمريكية هي بتؤدي إلى انتصارات في كل المنطقة وهي بتهيمن على دول كثيرة من خلال الاقتصاد نحن نعلم أن القوى العسكرية مرتبطة بالقوى الاقتصادية في نفس الإطار نجد أن خلال الأيام والسنين القادمة أن التوتر في منطقة الشرق الأوسط سوف تقل وسيكون الحوار الاستراتيجي بين الدول في ظل قيادة وإدارة جديدة خلينا نحكي رحوة أفاكون سياتلي لأننا عنا فقر سوف نتابع معك بالتفصيل نحاول أن نفهم كيف ستكون الأيام القادمة تحت إدارة بايدن أرجو أن تبقى معي وأيضا سيد ماثيو بروديسكي لحظات ونعود إليكم المترجم للقناة إذن قبل المتابعة في هذه الفقرة لنستعرض طبعا فقرة بايدن وفترة بايدن كيف ستكون هذه الاستعراضات للنتائج حول السؤال هل استفاد خصوم أمريكا من انسحاباتها العسكرية بين نعم ولا حتى الآن نعم 71% ولا 29% هل توافقون على هذه النتائج؟ إن كان نعم فأنتم تنضمون إلى الأغلبية أو لا 29% بإمكانكم أن تغيروا هذه النتائج معنا إذن نسألكم هل استفاد خصوم الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة ترامب في الانسحابات الأمريكية التي قام بها في دول في المنطقة تحديدا نتكلم طبعا عن العراق وعن أفغانستان وأيضا إعادة الانتشار في سوريا الشرق دوت كوم سلاش فوت بانتظاركم ترونه على موقعنا الإلكتروني وأيضا الشرق نيوز على كل مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتنا بانتظاركم إذن لنتابع معكم هذا بايدن إذن يتفق مع ترامب حول ضرورة إنهاء المشاركة الأمريكية بالحروب المكلفة الرجل بايدن يريد تقليص حجم القوات العسكرية في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان لكن أوضاع هذه البلاد معقدة ولا يمكنه ضمان انسحاب كامل حسب قوله بايدن إذن يريد التركيز على الخطر الإرهابي أي وجود أمريكي في العراق وسوريا وأفغانستان سيهدف فقط وتحديدا إلى منع التنظيمات المتطرفة من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها أما في إيران فيرث بايدن سياسة عسكرية حساسة هامش الخطأ ضئيل جدا على الخطوط التماس والتراجع ليس خيارا وهنا يرجح المحللون ابقاء بايدن على سياسة الردع العسكري مع إيران حتى حصول انفراج في الاتفاق النووي يتيح مناقشة نشاطات إيران الإقليمية وبرنامجها للصواريخ الباليستية ثم هناك تركيا تركيا هي عضو الناتو الأكثر أهمية من الناحية الجيوستراتيجية لكنه أيضا الأكثر تغريدا خارج السرب عن تركيا مثلا نسكر عمليات عسكرية قرارات أحدية الجانب وصفقات S-400 مع روسيا على حساب التكاتف بين الناتو ودوله والموقف الأمريكي العسكري في المنطقة طبعا في تركيا ترامب فرض عقوبات عليها على خلفية S-400 العقوبات قد تقنع أنقر بالفعل بالعودة إلى صف الناتو لكنها أيضا قد تدفعها بالمزيد نحو موسكو مما يشكل مشكلة عسكرية أكبر لي بيطان موسيقى 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 اللاعات موسيقى 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 إن إدارة بايدن أعلنت بأنها قلقة جدا حيال العودة للاتفاق النووي مع إيران فبالتالي سيكون قرارا فضيعا فما قام به ترامب هو صحيح أنه انسحب من الاتفاق وبالتالي فرض مستوى من العقوبات تعطت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من قوة الضغط وبالتالي بايدن نأمل ألا يغيرها وأخشى أن يفعل ذلك علينا أن نتذكر بأن بايدن لديه 80% من العاملين في قطاع الدفاع وكانوا يعملون مع إدارة أوباما على مستويات العليا ولكن لديهم مناصب مختلفة وبالتالي سوف نرى ربما دورا مماثلا أمل أنهم تعلموا مما قمت به إدارة أوباما وسياستها تجاه المنطقة الشرق الأوسط التي كانت كارثية طيب سيادة الليوة طبعا هناك كثيرون يقولون بأن هذه ستكون يعني ولاية ثالثة لأوباما على الأقل من لم يتحمس كثيرا لمجيء بايدن البيت الأبيض خصوصا شركاء استراتيجيين تقليديين في هذه المنطقة هل تتوقع بأنه يعني اليوم في تغيرات على الأرض من حيث الزمن ومن حيث التموضع التركية وربما روسية سوف لا يمكن بحساباتها أن نعود إلى سياسة أوباما ماذا تتوقع من بايدن؟ هو طبعا أعتقد أن يعني العمل على انسحاب قوات أمريكية من أماكن كثيرة في منطقة الشرق الأوسط ده حيصب في صالح أن يكون هناك حفاظ على الدولة الوطنية وعلى الجيوش الوطنية ولن يؤدي إلى ظهور داعش مرة أخرى داعش انتهت في كل من العراق وسوريا وبالتالي الجيوش الوطنية الآن هي التي تستطيع الحفاظ على أمنها القومي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم يجب أنه يعطي الفرصة لتلك الدول الحفاظ على أمنها القومي التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو أعتقد أن المشهد في الشرق الأوسط سوف يتغير خلال السنة الأولى من حكم الرئيس جو بايدن من خلال أعتقد أنه سيكون الوضع والملف الليبي سوف يتحسن ويكون هناك حل سلمي أيضا موضوع الملف النووي الإيراني سوف يكون هناك تقارب كبير ما بين إدارة جو بايدن وإيران بالإضافة أيضا أننا سنجد أن هناك حل وهناك علاقات أو مفاوضات أعادة مفاوضات مرة ثانية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل على حل الدولتين هذا يكون الموضوع المنطقي والطبيعي خلال الفترة السابقة وبالتالي التوتر سيقل خلال الفترة السابقة وانسحاب القوات من مناطق لن يؤدي إلى ظهور داعش مرة أخرى لأن الجيوش الوطنية الآن استعادت أن تحرر كل أراضيها أو كثير من الأراضي الموجودة فيها سيد دوستر بردسكي هل توافق بأنه اليوم يعني الداعش لن يعود وطبعا لابد أن نسأل طيب كيف تستطيع ولاية المتحدة الأمريكية أن تردع القاعدة وربما حتى تنظيمات الإرهابية التي لها علاقة بإيران مع كل هذا الانسحاب كيف تتوقع يتعامل بايدن معها وسيات اللواء يقول الجيوش الوطنية هي اليوم من ستتحمل المسؤولية وتعود لحفظ أمني وأمان أراضيها هل هذا يصح لكل الدول ماذا عن سوريا ماذا عن العراق ماذا عن الدول الأخرى التي فيها انهار كامل ربما للدولة الآن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل أولا بالنسبة إلى توقعات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وقواتها ليس على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون موجودة ميدانيا ونشر خمسين ألف جندي أمريكي مثلا أنظري إلى سوريا أنا دائما قلت بأنه من الجيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى متواجدة هناك على واجه الأخاص في شمال سوريا لأن هذا يعطينا قوة ضغط كبيرة جدا لأن الأسد وإيران وتركيا وروسيا هذا ما يريدونه وبالتالي هذا يعتبر مهما فنحن نعرف أنه يمكننا أن ننجز هذا فقط من خلال وجود جندي أمريكي واحد لديه علم أمريكي موجودا هناك هذا يبعث رسالة للجميع وللآخرين بأننا ما زلنا موجودين هناك وبالطبع نحن نعرف أنه من خلال قوتنا الجوية وهي موجودة في الخليج تذكروا بأن روسيا حاولت أن تشن هجوما في شهر فبراير من عام 2018 والولايات المتحدة الأمريكية قد شنت هجوما جويا لكي توقف روسيا ولكنهم اكتشفوا بالطريقة الصعبة حتى إذا ما كان عدد جنود الأمريكيين قليل في المنطقة بإمكانهم أن يأتوا بقوة بشكل سريع جدا قاسم سليماني واغتيال قاسم سليماني والبغدادي قتل أيضا فهذا ليس من الواضح بأن هذا كان نتيجة وجود جنود الأمريكيين بعدد كبير ميدانيا بل كان نتيجة العمل الاستخباراتي الجيد واستخدام القوة الجوية بشكل فعال الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تفرد قوتها في العالم حيث وما كانت ولكن السؤال المطروح هنا هل أن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القوة إذا ما لازمها الأمر فهي تفعل ذلك جديا يمكن أن القول أنه خلال إدارة ترامب أن دول مثل إيران فاهمت بأن هناك الكثير من المحدودات وأن ترامب سوف يرد خلال إدارة أوباما أيضا هم بحديثات قد بيّنوا بأنه ما من نعم سياد تلوا معي دقيقة لو سمحت أريد أن أسألك تحديدا على تركيا ما المتاح أماما بايدن برأيك كيف سيتعامل معها إعادتها لصفحة في الناتو بدقيقة أعتقد أن العلاقات بين بايدن وما بين تركيا ستكون مثل التي كانت سابقا مع الرئيس دونالد ترامب وبالتالي سنجد أنه سيتم هناك فرض عقوبات عليها نتيجة منظومة S-400 بالإضافة إلى عدم تزويدها بالطائرات المقاتلة F-35 بس أنا أعود أن أعلق في النهاية وأقول أن واشنطن خلال الأسبوع الماضي أدرجت تنظيمي ولاية سيناء الذي كان أنصار بيت المغض السابقا وحركة حسم التي هي حركة سواعد مصر على قائمة الإرهاب بالرغم من أن تلك التنظيمين غير موجودين في مصر فنشكر لولايات المتحدة الأمريكية عندما تترك منطقة الشرق الأوسط لدولها سيتم أن السلام سيسود في تلك المنطقة شكرا لواء الدكتور محمد شهوي مستشار كليات القادة والأركان وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية وشكرا أيضا عبر سكايب هذا السيد ماثيو بروديسكي كبير بحثين في معهد جولد لدراسات سراتيجية شكرا لكم على الانضمام معنا إلى دائرة الشرق إذن أختم معكم بسؤالنا الذي طرحنا عليكم اليوم لتشاركوا معنا في الدائرة هل استفاد خصوم أمريكا من انتحاباتها العسكرية؟ نعم 29 ولا لا 29 أشكركم للمتابعة ألقاكم غدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر